الكحك وطلع من الفرن زي ما انتو شايفين كده هو سواء جميل جدا ومن تحت زي فوق بالزبط نفس اللون ما شاء الله نكمل بقى سواء بقى سجطر تاني وهو ره الكباطة كمان الكحك المدور احلى كحك وكحك ناعم جدا و اذا اعجبكم الوائد فيديو ما تنسونيش في اللايك وشير واشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما صلى الله عليه وسلم على الله وصحبي وسلم تسليما كثيرا النهاردة معنا هنعمل احلى كحك كحك الدايب مع بعض وبطريقة سهلة وهو طبعا يعني الكحك ما فيوش حاجة اسمه اقتصادية لان الكحك طبعا معتمد على السمنة ونوع السمنة اللي احنا بنحطها اذا اعجبكم طبعا الفيديو ما تنسونيش في اللايك واشتراك واشتراك وفعل الجرس عشان نوصله كل جديد وكل مفيد مني هنا هود سريعا كده هنقول ايه؟ هنا هود حطيت 2 كيلو دقيق في العجان وحطينا باكو 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 اللي عايز يحط على كل كيلو باكو ماشي انا حطيت كيلو باكو واحد واختصادة خمرة الحلوان وهنا هود معنا 6 معالق سمسم هنقلبهم كده كويس مع بعض كده هود نقلب كده كويس وطبعا كله هيخشوا ببعضه بس عشان لما تيجي السمنة طبعا انا بسرخن السمنة على النار علشان ايه؟ نشتغل كده مع بعض سريعا سريعا طبعا العجان باكو زي الناس اللي زي حلاتي كده عدمها واجعها فالعجان طبعا اسهل وسيلة للعجنة اي حاجة فطبعا انا بستخدمه بس في معجنات العيد علشان بتبقى كتير فيعني ايه؟ الحمدلله بدل ما نتعب نفسنا وكده لا بسوء عملنا ايه؟ عملنا حفرة في النص عشان طبعا ايه؟ السمنة بتبقى سخنة وبتفور فوق العجين فانا عملت لها كده حفرة عشان مسقطها فيها وروح بقى اشوف السمنة واجيلكم واجعنا مع بعض تاني سبت طبعا السمنة لما هجت كده شوية شايفينها هي بتبقبك علشان البخار بتاعها مطلعش علينا وعالكاميرا وما تشوفوش معاي حادا طبعا انا وكده انا حطيتها رشة ملح صغيرة علشان ما تديناش طعم طعم دقيق يعني عشان ما تديناش طعم الملح يعني يبقى فيها قوي هنجب بقى الويكس دوت كده ها تعال تعال العجان ننزل كده اللي في المعلقة كله طبعا ايه العجان يعني ما شاء الله بيخلص لنا كل حاجة بسرعة بسم الله الرحمن 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 احلى حاجة في العجان دوا انه هو ليه غطى يعني اي دقيق اي بحتارة اي حاجة مش مش هتبهدل يعني الدنيا ولا هتبهدلنا ان شاء الله قبل طبعا ما العجان بتاعنا يعمل دوشة انا عايز اقلوكو بقى حاجة مهمة طبعا ما حطيتش الخميرة بتاعتي دولوقتي الخميرة بتاعتي اللي هي خميرة القبز هحطته بعد كده انا دلوقتي عندي هنا السمنة سخنة انا حطيت البكنبودر عشان البكنبودر بيشتغل على ايه على العادي على السمنة السخنة واي حاجة بيتفاعل معيها او الميا السخنة لكن الخميرة او خميرة الخدز بتاعتي ديت ما بتشتغلش الا لما ايه لما انا حطت عليها السمنة السخنة طبعا التفاعل بتاعها بيموت يعني ما بتبقاش ما بيبقاش فيها تفاعل يبقى خلاص الخميرة بتاعتي ايه بتبوز خلاص فاحنا دلوقتي هنشغل بقى ونبتدي بقى مع وعد نشوف طبعا انا هقفل الكاميرا علشان خطر الازعاج والصوت العالي شايفين صوته عالي ازاي طبعا لازم ننزل الجوانب كده علشان دي الناشف لما فوش سمنة لازم ياخد السمنة طبعا بتريحنا بقى بالنسبة للبس والكلام دوت يعني ايه عايز صحة شوية كنا زمان بقى بنعمل كده هود لكن دلوقتي الحمد لله ربنا يدم لنا صحتنا يعني ايه العجان بيسهل الدنيا فلازم ننزل كده ويع ما نحطش المية بتاعتنا على طول علشان لسه في دقيق العطاروف دوت لسه ناشف ما اخدش السمنة بتاعته ولا لسه ايه يعني تعملوا عملية البس بتاعته وبكده طبعا هنعرف ان العجين اخد سمنته كويس لما نضم عليه كده هو يبقى كتلة واحدة دلوقتي بقى بعد ما بسينا السمنة بتاعتي دفت شوية مية وحطيت معاها معلقة خميرة اللي هي الفورية او البودر كبيرة او معلقة لربع يعني كده وكل واحد على حسب معلقته انا حطيت معلقة من ديت بس ايه يعني ايه مش عالية كده هارمي لا ممسوحة خلاص فدلوقتي بقى هنجيب المية ونحطه هنا هو ده انا حطيت المية الدافية بتاعتي اهيه ومعاه الخميرة الفورية او اللي هي البودر خلاص وحنبتدي بقى نعجل في العجين بعد ما نيتعجل هجلكه وهنا طبعا لازم نساعد بالمعلقة بتاعتي العجين عشان ناخد اللي في الجوانب ادي ايه الناشف اللي ما طلهوش ما طلهوش يعني السائل او المية بتاعتي ان كان مية او حليب لازم نساعد العجين بالمعلقة هنبتدي بقى العجين تاني الحمدلله العجينة بتاعتنا تعجنت اهو بقيت العجينة الكريسة جدا وحلوة قوي والسمنة بتاعتها كمان مزبوطة خلاص هنسيبها بقى تغيح شوية ونلم الدنيا بقى وندي اللي البحتر دوت وهنجالكم نشوفها نشكله ازاي وهنحشي ايه وطبعا احنا ما بنعتمدش على العجينة لازم طبعا ايدينا تحس بالعجينة الحمدلله العجينة بتاعتي السامنة بتاعتها مزبوطة ان كنت حسنة نشفة شوية فانا زودتها مع لقتين سامنة حتى ما سخنتهمش ولا حاجة حطيتهم كده مع العجين انا وبعجينها خلاص وطبعا اتسام العجينة بتاعتي تمام هنروح بقى نشكل العجين دوت ونحشي ان شاء الله بالعجوة عملت الشكل دوت في الكحك اول ما اجا اعمله في الطبع بتاع الكحك فكان منهم الشكل ده ممكن اعمل الشكل دوت كده وفي اللي هو الشكل المدور دوت وفي بقى الحاجات اللي زي دي او يا اما بقى اتعملي بقى 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 بالسكينة بقى اي حاجة فيه نروح تكيت هنا جسمة خفيفة فانا عملتها هنا بالسكينة هندخله بقى الفارن و لما تطلع هننشوف وعملت الشكل ده كمان الكحك وطلع من الفارن زي ما انتم شايفين كده سواه جميل جدا ومن تحت زي فوق بالزبط ما شاء الله نكمل بقى سواه بقى كصاجات التانية وهو ره الكباطة كمان الكحك المدور احلى كحك وكحك نعم جدا واذا اعجبكم الوائد فيديو ما تنسونيش في اللايك وشير والاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة